بسم الله الرحمن الرحيم حنبدأ ان شاء الله دلوقتي مع الصف الثالث وبعديه حيبقى الصف الرابع الخامس والسادس في القسم الخاص بالماء الابحاث اللي الطلبة هيعملوها حنخش تلوقتي حالا على قسم جديد من اقسام الابحاث البحثية بتاعتنا مشروعات البحثية وزي احنا بننوه مرة تانية جماعة ان احنا لازم ناخد بالنا ان دي عبارة عن امثلة توضحية ارشادية بالنسبة لك يعني ما تستخدمش اي ارقام موجودة في هذا المثال علشان خاطر ما حصلش اي تطاوق ما بينك وما بين زميلك اللي لو كانت مجموعة واحدة وحده نفس الارقام طبعا لو كنت مجموعة اما لو كان فرض الوحده لازم يستخدم امثلة مختلفة ومغيرة في الارقام اللي احنا بنقدمها دلوقتي هندخل حالا في تاني موضوع وهو موضوع الانرجي او الطق حنبدأ حالا مع الاصف التالت حنشوف ايه المطلوب منه المطلوب من الطالب بتاعنا في جونيور ثري ان هو يصمم لافتة وطبعا مدرس لغة العربية هيوضح لك يعني ايه لافتة وازاي تصممها احنا في مادة الماث هنقولك ان اللافتة دي هيبقى الفريم بتاعها او الشكل بتاعها على شكل طبعا الابعاد بتاعته مناسبة للموضوع يعني لو انت تكتب كلام ياما هتكبر طبعا لو كان الكلمة صغيرة او الجملة صغيرة طبعا هتصغر بتاعك وبعد لما ترسمه تمام? هتقوم بعد كده بتاعه هتقيس المحيط بتاعه طبعا احنا عرفنا ان الريكتانجل بتاعه برعا بعد كده بعد كده بنجيب الاولاني لو كان مثلا او كان مع بتاعنا وبعملهم كمان مرة ان كل واحد طبعا بتكرر مرتين واعملهم كلهم مع بعض زي ما هنشايفين في هنخش حالا دلوقتي على جونيور فور وحنشوف ايه المطلوب من الطالب بتاعنا تعالى نروح مع بعض على المطلوب في جونيور فور من الطالب بتاعنا الطالب بتاعنا مفروض ان هو يجيب ايصالات الكهرباء بتاعته لمدة سري مانسز كونساكاتف متتالية وبيشوف الاراية السابقة ويكتبها في مثلا وليكن مثلا كان مثلا مانس او جونيوري بيكتبوا الاول بيكتب الاوراية ويعمل جدو زي ما هو ما شايف كده قدامه بيعمل الاوراية السابقة اللي هي وبيعمل الاوراية الحالية sehe now بيكتب الاتنين ويعملوا Deutsche hype المطالب وبيكتب الايمة بتاعته في الخانة بتاعت اللي هي الاستهلاك اللي احنا مترجمناها فوق بيكرر نفس الكلام في الفاتورة التانية ويمشت من الاستهلاك بتاعه كان بتاعت الفاتورة بتاعته في الفبريوري والاوراية السابقة اللي هي والقراية اللحقة ويسجل للاتنين د rhinoc many nes ويكتب difference بتاعه في ال thems the consumer اللي هو الاستهلاك. وبعد كده بيقوم بالشائل الفاتورة الاخيرة بتاعته وبيشوف القراية السابقة والقراية اللحقة او الجديدة الحالية في ال by s bsajl iraaya وبيسجل اراية في naio اللي هي الحالية. وابعتني vậy عملهم ماينس ليعرف الاستهلاك بتاعه ايه. كويس او ان الطالب بنوسع مداركه في الجزئية دي كويس قوي. وبعد لما بيخلص التلات قريات بيعمل آآ تصميم للجراف الرسم البياني. وبيكتب تحت خالص طبعا الجانيوري الفبريوري مارش او حسب الشهور اللي هو هيقدر يستخدمهم. وبعد كده آآ بيكتب هيبدأ مسلا انا بدأت مسلا من فور هندرد مسلا آآ تويني فور هندرد تويني فايف وبعد كده بطلع سنة سنة. وبعد كده بعمل البار بتاعي بعد العمود بتاعي من اول جانيوري خلية الاراية بتاعته وبعد كده بروح على تمام وبعمل اراية بتاعته وبعد كده اروح على واعمل اراية بتاعته اللي هو مسلا بتاع مارش. وبكده يكون نفزنا المطلوب مننا آآ في الجزء الخاص بجونيور فور. والتوفيق ان شاء الله. ويلا نروح مع بعض على جونيور فايف. هنروح مع بعض مع جونيور فايف ونشوف ايه المطلوب من الطالب بتاعنا. المطلوب من الطالب بتاعنا انه هو آآ يمسك آآ الاصال بتاع الكهرباء آآ بتاعهم آآ لتلات شهور متى تالية. ويشوف الاراية السابقة والاراية الحالية في كل فاتورة. ويعمل آآ ويجيب الفرق ما بينهم. تمام? فانحنا عندنا جدول زي ما انتم شايفين. عبارة عن الشهر. عبارة عن الاراية السابقة اللي هي والاراية الحالية اللي هي الناو. وبعد كده اللي هو الاستهلاك. وبعد كده ايمة الاستهلاك. زي ما قلنا بيمسك الفاتورة في ايده. الطالب بتاعنا. ويشوف الاراية السابقة كانت ايه. في اول آآ شهر كان قديم. وكده آآ الاراية الحالية. ويعملهم ماينس من بعض. ويحط الايمة كام. ويكتب الايمة بتاعت الفاتورة بتاعتهم كانت كام في الوقت ده. هيروح على الوصل التاني او ايصال الكهرباء التاني. وحيشوف الاراية السابقة والاراية اللحقة او الحالية. ويعمل برضو الفرق ما بينهم. هيعمل الماينس. ويسجل الايمة اللي هو الاستهلاك بتاعه. ويشوف الاستهلاك بتاعهم كان قدي ايه. والايمة اللي هيدفعوها قدي ايه. او دفعة قدي ايه بمعنى الصحة. آآ تالت حاجة واخر فاتورة آآ اللي هي مسلا فاتورة آآ مارش اللي هو شهر آآ مارس. بيشوف الاراية الحالية. السابقة اسف اللي هي والاراية الحالية اللي هي الناو. وبعد كده بيعمل الديفرانس او الماينس عشان يجيب الاستهلاك قدي ايه. وبعد كده بيجيب ايمة الاستهلاك كان. ويسجل في الجدول اللي انتو شايفينه. هو ده كل المطلوب مننا في جونيور فايف. اما جونيور سيكس مش مطلوب جزء منهم في البارد الخاص بالطاقة. شكرا. ويلا حالا نروح على موضوع احنا خلصنا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ